طرحة السوداء والحفل شهد ده كريم عدد من الفنانين عن مشوارهم وأعمالهم الفنيين وظهرت رئة الفنانة صبا مبارك في إطلالتها بالفستان الأبيض على ليتكارب والفنانة ليلى أحمد زاهر بإطلالة راكية جدا برفقة والدها الفنانة أحمد زاهر وخطبها الفنان هشام جمال أما الفنانة روجينة ظهرت بإطلالة مميزة جدا في الدرجس فستان من غير أكتاف ثلاث وردات دهبي في النص وظهور شهستة ملكة جمال المؤرهقات لأول مرة رفقة والدتها انتصار أثناء تكرمها عن مسلسل أعلى نسبة مشاهدة والفنانة لطيفة لفتت الأنظار بابتسامتها الجميلة في حفل توزيع جوائز الدرجس وبنحافة مفرطة ولوك جديد إطلالة غريبة للفنانة غدا عبد الرازق بفستان على شكل سمك في حفل توزيع جوائز الدرجس في دورته الواحد وعشرين كانت هتقع على الريد كاربت بعد تكرمها وأول ظهور لفريدة شريف مونير من حفل توزيع جوائز الدرجس بس دماغة على الريد كاربت ومن القابلز المميزين جدا على الريد كاربت ظهور هشام ماجد وزوجته بإطلالة خاطفة الأنظار وبالدفاير وفستان أخضر مفتوح الفنانة وفاق عامر خاطفت الأنظار على الريد كاربت الدرجس أما الفنانة ميران عبد الوارس ظهرت في حفل الدرجس بعد نجاحة في مسلسل عمر فن وزينة أشيك فستان في الدرجس كانت بتتعاكس على الريد كاربت وبإطلالة بسيطة وأنيقة جدا هبة مجدي كالعادة بتخطف الأنظار وظهرت بفستان مميز جدا على الريد كاربت الدرجس نسخة من أبوه أول ظهور لابن ماجد المصري أثناء تكريمه من مجلة الدرجس وكاتية الكعدي بفستان بإطلالة جريئة على الريد كاربت وإسعاد يونس ظهرت بإطلالة مميزة جدا على الريد كاربت الدرجس كان عبير صبري والفنانة إلهام وجدي أول الحضور في حفل توزيع جوائز الدرجس بإطلالة مميزة وظهرت الفنانة فريدة صيف النصر بإطلالة آنيقة جدا وحصدت جائزة أعلى تصويت من الجمهور عن دورها في مرسلسل العتاول وأول تعليق من فريدة صيف النصر على تبدلها بفيفي عبدو في العتاولة 2 قالت فيفي دي حبيبتي والدور عايزها أما هنس ظاهد خاطفت الأنظار في حفلة درجس وأول تعليق منها بعد نجاح مرسلسل عمر أفندي أحمد حاتم زي الطرحة السودة بيليق على أي بنت بتمثل معاه وحصد الفنان أحمد عز جائزة الأفضل في السينيما عن فيلم ولاد رزق ثلاثة وحرس الفنان أحمد عز خلال تكريمه على نعي منتج شركة سينارجي الأربعة اللي توفوا في حادث سيارة أليم وواجه الشكر ليهم وقال أشكر أصحاب الفضل اللي كان ليهم فضلة علينا وما ينفعش نحتفل وننساه